اجتمع سمو الفرق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي مع الدكتورة سيليت ولندر مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي وذلك في إطار زيارة سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمع هما مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية على مدار عقود طويلة مبنية على الثقة والتعاون المتبادل والتنسيق المشترك كشركة وحلفاء في العديد من المجالات الرئيسية بما فيها المجال العسكري والدفاعي والسعي نحو إحلال السلام والاستقرار وخلال الاجتماع استعرضها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي مسار العلاقات البحرينية الأمريكية وأسبل دعم التعاون الثنائي الوثيق بين البلادين الصديقين في عدد من المجالات الهمة بالإضافة إلى مخرجات اجتماعات مجموعة عمل الدفاع التابعة للاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة كما جرى خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جانبها عربت مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي عن تقدير بلادها للعلاقات الوثيقة مع مملكة البحرين والعمل على تعزيزها في المجالات العسكرية والدفاعية مؤكدة نهمية زيادة أطر التعاون والتنسيق المشترك بما يساهم في إحلال السلام والأمن العالمي سمت من جانبها من جانبها زيادة أطر التعاوني المجال